اشتركوا في القناة ماذا تصنع تدرس أصول ثلاثة قواعد أربع كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عذيمين رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن بالعذيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد تعريف التوحيد في الأصول الثلاثة هنا يكرر تراجع لكن لو تأخذ مثلا شرح بن عذيمين للأصول الثلاثة رحمه الله والشيخ الفوزان لكتاب التوحيد هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع لا تستقل معك الأمور وبعد هذا تقول والله لا أدري هذا هو قول بن باز رحمه الله أو قول الفوزان حفظه الله أو قول بن عذيمين رحمه الله الجميل تمشي على وتير كان الواحد من السلو يأتي لعالم العلماء السلو يأخذ عنه العين ثم ينتقل إلى العالم الآخر ثم هذا الشيخ الآن لو تتمد على بن عذيمين رحمه الله وأخذ كل مؤلفات بن عذيمين وضبطها إيش يخرج بن عذيمين ثاني لكن هذه المشكلة أن هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شرح وتختلف عليه الأمور فيها حتى يصير أضل من ثوم الحقيقي لا تمشي على تعريف واحد على تقسيم واحد على شرح واحد ونحن نريد نمشي في هذا الكتاب على القول المفيد شرح الشيخ بن عذيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الجميل طيب الشرح هذا كيف سيكون سيكون إذن الكتاب المعتمد ما هو القول المفيد الشيخ بن عذيمين رحمه الله تعالى عندنا ملخص لهذا الكتاب لكن الملخص لا يبني عن الكتاب الأصلي طيب كيف سنشرح الكتاب بإذن الله نريد أن نعرف التعريفات والتقسيمات يقول كتاب التوحيد ما هو التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى من أخص به من أبردوبية والألوهية الأسماء الصفاء توحيد بأربع أبراد الله سبحانه وتعالى تم تعالى توحيد الأولوهية أبراد الله سبحانه وتعالى توحيد الأسماء والصفات أكراد الله سبحانه وتعالى هكذا تضبط التعريفات التي في الكتاب الثاني التقسيمات يقول مثلا وقضى ربك تقول القضاء ينقسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كون إذن هذا الأمر الثاني الأول تعريفات الثاني التقسيمات الثالث نريد أن الكتاب يرتبط كيف يرتبط أي آية أو حديث تحكى الباب لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب إذن ربطنا ماذا الآيات والحديث مع الباب ثم نربط الباب مع كتاب التوحيك فاركبط الكتاب بأكمله هذا الشرع يعني مثاله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الباب تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا ما علاقة هذه الآية التي نزلت في مسج الضراب بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لابد نعرف المناسبة تمام الترجمة اللي هي الباب باب ما جاء في المصورين ما علاقة التصوير بكتاب التوحيك تقول التصوير خلق وإبداع ومضاهر لخلق الله وله علاقة بتوحيد الضربوبي وتعدي على حق الله سبحانه وتعالى أو أول شيء حدث في الآخر بشبهة التصاوير والتماثيل وله علاقة بكتاب التوحيك ممكن واحد يأتيت ويقول هذا الباب باب ما جاء في المصورين لابد أنه خطأ من بعض النساخ أنه بعض النساخ ذكر هذا الباب وهذا له علاقة بكتب الفكر حتى يرتبط الكتاب بأكمل هكذا نريد نشرح الكتاب فقط الآيات والحاديث مع الباب الباب مع الكتاب ويرتبط الكتاب بأكمل